اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية ومازالت احداث مجتمرة ولسه في اعتصام في التحرير النهاردة يوم الخمستاشر او الستاشر وكان يمكن من اهم مطالب مدان التحرير تشكيل حكومة انقاذ وطني دكتور كمال الجنزوري بيشكل مفروض الحكومة دلوقتي وتحلف اليمين قبل اخر الاسبوع زي ما هو قال قدام المشير طنطوي لكن بالونات الاختبار او الاخبارات تتسرب عن مقابلات دكتور كمال الجنزوري الكمال الجنزوري اثارت الكثير من الكلام والاحتمالات الغير مرغوبة من الكثير من الشعب المصري هيكون معنا مستاذ محمد فتح الله مدير تحرير الجمهورية هنتكلم معا بالتفصيل عن الحكومة الجديدة صباح خير في البداية ايه اخر اخبار التشكيل المزمع اجراءه يعني خاضد الناس لانه لحد دلوقتي هو شبه يعني غالبية الحكومات اللي فاتت التسعة وعشرين حكومة اللي فاتت وفي نفس الوقت بقاء تلاتتاشر وزير من حكومة الدكتور عسام شرف وقاء بقاء اربعتاشر بقاء اربعتاشر اه بعد ما استدعوا ساعة عشرة مساء انبارح كأن الدكتور محمد فتح البرادع وزير اسكيان وبعد ما قابل الدكتور وقاء للدجوي ومع ذلك بيتصوروا كل شيء وبعد ذلك تم إلغاء الترشيح وجابوا رجعوا تاني البرادع وده حصل نفس برضو الموضوع مع اكتر من وزير وكان شكلها مش كويس يعني كنت اعتقد ان المفروض المقابلات دي تبقى يعني نهاية الترشيح في مشاورات تليفونية المفروض يبقى فيه موافقة من سواء من جانب الحكومة او موافقة من من الشخص نفس لكن اتقابل مع برضو مع الدكتور معتزع بفتاح عشان يتولى حقيمة الشباب وبعد ذلك برضو تم إلغاء الترشيح اتقابل مع حسين الشبكشي عشان يتولى وزارة الاستثمار وقتاع الاعمال وبعد كده اتقابل مع واحد اسم الدكتور ياسر القاضي وده كان مستشار وزير الاستثمار فهي فيه لخبطة ويمكن السبب لخبطة دي الاختلاف عن كل سنة كان بيتم الاختيار يعني ايام مبارك كان فيه اذا ما تقوله ايه كوتا كده بتتوزع الرئيس مبارك هو بيديوله ورقة بيقوله دول وزارات السيادية ده عند الدفاع والدخلية والاعلام والخارجية والعادل وكان سوزان مبارك بتدوله بعض الوزراء الخاصة بالخدمات اللي هي بتسهلها مهم قراتة زي مسخ الثقافة والصحة وغير وكان جمال مبارك بيختار وزراء رجال اعمال اللي هم وزراء المجموعة الاقتصادية فكان سهل جدا رئيس الوزراء بيختار يعني صلاحياته بقى خمس ست وزراء بكتير من الاتين والتلتين الوزير لكن هو دلوقتي انا قدر اقول ان ما فيش تدخل وان الدكتور كبالي جنزول هو محتاس يبعنا الكلمة في اختيار الوزراء فهو بالتالي هو اللي كان قدامه ان هو رجع يعني عاوز اقول الزمن توقف عند الدكتور كبالي جنزول لعام 1996 تشكيل الحكومة اللي عملها اول مرة هو بالتالي باش على نفس الناك اولا رجع كل الوزراء اللي كان اللي تلاغت وكانت موجودة في عهده رجع التأمينات فصلها عن المالية ورجع الاستثمار وقتال الاعمال ورجع الشباب وخبار حياتك ورجع في وزارة برضو تانية رجعها دي حاجة الحاجة التانية ان الاسلوب التقليد لاختيار الوزراء كان التابعه 96 التابعه برضو الان اللي هو حاجة ايه عندنا زي بتقول التدرج الوزيفي يعني وكيل الوزارة يبقى انت وزير عملها مع الصحة وعملها مع اكتر من وزير مع قطاع الاعمال ومع اكتر وزير يعني والتربية والتعليم فطبعا هو مش يعني مش شرط ان انا ابقى متدرج المفهوضة يعني اختار خبرة واختار حد معين يصلح للوزارة وليس تدرج هو يستحق يبقى وزير وهيبقى فيه شباب من الثورة في الوزارة للأسف للأسف نفسي برضو الخطأ اللي وقع فيه الدكتور عصام شرف قلنا حكومة ثورة ومفيش ولا شاب من الميدان حتى الوزارة الجديدة الاعلن عنها اللي هي رعاية اسر الشهداء ومصاب الثورة وقالها مساكل شاب من ميدان التحرير اللغية امبارح واصدر قرار بانه هيستبدلها بالمجلس الاعلى لرعاية اسر الشهداء الثورة طب حضاك ما هو رئيسي الوزارة برضو هاني 78 سنة 79 سنة في فبراير اللي جاي هيبقى هيبقى 80 سنة الدكتور كمالي جنزوري اكبر وزراء مصر سنا على مدى تاريخ حكومات مصر يعني عندك مثلا انا كنت عملت احصيها كده احمد نظيف كانت 52 سنة وعطف عبيد كانت 69 وعصام شرف 56 وكمال حسن عالي 62 واحمد شفهيق 66 فهو اكبر وزراء مصر يعني دكتور عصام شرف كان اصغرهم بعده اه لا اصغرهم احمد نظيف 52 لكن عصام شرف 56 طب يعني بالصورة اللي حضاك بتقولها احنا حضاك قلت انه يعني كده احنا هو بيعمل تشكيل بمنطق الزمن اللي فات طيب فيه مدان تحرير دلوقتي وفيه صورة قامت وطلوب حكومة انقاذ وطني لانه الوضع متردي جدا والدولة في اسوأ حالتها اقتصاديا هل حضرتك شايف انه ده سوف يؤدي الغرض هي اولا احنا لو شفنا المدة الزمنية للحكومة بين 12 اسبوع و 16 اسبوع فيش اي حكومة على مستوى العالم تقدر تعمل حاجة في الفترة دي ولسه في التضارب كمان يا فنم هيعودوا قدري يعني يعودوا لغاية لغاية تشكيل مجلس الشعب ويمشوا ولا يعودوا لغاية واحد لا الدستور بمجرد ما تنتهي مجلس الشعب يكتمع مجلس الشعب والشورى قبل انتخابات الرئاسة حتى قبل الترشح يلابد من وجود حكومة جديدة تشرف على الانتخابات الرئاسة فهي حكومة يعني مؤقتة فانا كنت اتمنى ان الحكومة دي بيبقى هدفها واحد امتصاص غضب ميدان التحرير امتصاص غضب الشعب هو دي مهمتها الاساسية لكن هي مش هدفت حاجة في المدة البسيطة دي لكن ارجع اقول ان يعني المسئولية عشان يكون بأمانة مسئولية اختيار الوزراء تقع في المقام الاول على الدكتور كمان الجنزوري حتى وزير الاعلام البعض يبقى تردد المجلس العسكري هو متبسك بي انا سألت السؤال دا للدكتور عصام شرف بمجرد ما تم اختيار الاساس وسامة هيكل قلت له على اي اساس اخترت وسامة هيكل وهل مجلس العسكري هو اللي رشها قال لي انا اعرضت الوزراء الاعلام على ثلاث شخصيات منهم الاساس فاروق جويدة ورفض فهو المسئول يعني ده من كلام عصام شرف يعني اعرفت اذا كان بعد حقيق في هذا الموضوع زايد ان كل حكومة عصام شرف تم اختيارها بطريقة عجيبة جدا يعني هو الاول عمل زي الدكتور كمالي جنزوري وعقد عدة لقاءات مع الشباب ومع رسال احزاب ومع القوة السياسية وقوة المعارضة وفي النهاية ما اخدش بكل ده وقعد في غرفة ومع اربع مستشارين منهم اتنين مشوا سابوه ودكتور سامي زاجلول هو امين عن ماجس الوزراء وتم اختيار وانا اعتقد اللي تم طرح اسامي هيكل بان خلال المستشارين وخاصة الدكتور احمد السلام لكن اثيرت اخويل انبالح فانم انه انه كان غاضب وهو يغدر اجتماعه مع المجلس العسكري وانه اثير اخويل انه ما عمدوش كل الصلاحيات بس في نفس الوقت انبالح بالليل صدر بينه على المجلس العسكري بيؤكد انه هو عمده كل الصلاحيات وانه لا تدخل في اختيارات انا اؤكد ان الدكتور كمالي الجنزوري له كاف الصلاحيات في الاختيار لكن مع الرغم ان انا من خلال تعامل مع الدكتور كمالي الجنزوري في الفترة الاولى انا على مدى 22 سنة في مجلس الوزراء الدكتور كمالي الجنزوري من السهل انه ممكن يتنازع عن سلطاته يعني انت تعرف انت ايام الحكومة الاولى من 96 ل99 كان فيه الوزير شؤون مجلس الوزراء المستشار طلعت حمد طلعت حمد استطاع انه يسلب الدكتور كمالي الجنزوري كل اخصاصاته وسلطاته وبقى هو الرجل القاوه في مجلس الوزراء وهو اللي كان بيتعامل بطريقة قاسية مع الوزراء ومع المحافظين فانا حتى تخوفت وقلت ازاي حد يفرد في مسئولياته لوزير وهيقدر ينتزع اخصاصاته وسلطاته من نجلس العسكري لكن انا يعني الطريقة اللي عملها في الترشيحات ده اختبار ليه المفروض وخاصة هو جيه اول اول تصريح قاله قال انا مش هعمل وزير اعلام حتى قال بالواصل ده الاعتار اللغة قالك الدول المتقدمة ما فيهاش وزير اعلام وانا عن قناة الشخصية لا احبز وزير اعلام طيب خلاص انت في ايدك مين اكبرك فمش عارف يعني حتى كمان الوزراء الجديدة بعد ما يعلن وبعد يبقى كده يلغي المفروض يعني كلام رئيس الوزراء كلام محسوب عليه وخاصة لما يقابل حد ويصوره خلاص يعني ده ده انا بعتبر دي اهانة للمرشح على العلم انا عارف ان معظم اللي قابلهم هم اللي رفضوا وليسك دكتور كنزورو او الحكومة اللي رفض ده ده حياة قلت لي مفاجأة كمان قبل الهوى انه اللواء منصور العيسى هو يراجع وزير داخلية او لا هو مستمر هو مستمر هو مستمر وقالك انا الى الان لم اتمكن من اختيار وزير داخلية مع ان احنا كنا سمعنا ان اللواء محمد ابراهيم اللي هو كان مدير امن الجيزة وكانت مش اتني اللواء عبد الرحيم الاناوي وقابل اللواء عبد الرحيم الاناوي لكن فاظني يعني وانا كنت عرضت يعني انا كنت قلت قبل كده ان كنت يعني اتمنى دكتور كمان الجنزوري كان يقابل ثلاث شخصيات مهمة جدا هيساعدوه في الاختيار ومش عيب يقابل اللواء احمد رجري وده طبعا يعني معروف ان هو كان اعظم وزير داخلية جه هو افضل من يدله على وزير داخلية يصلح لهذه المرحلة والمفقوق كان برضو قلت ان ممكن يقعد مع الدكتور عبد الرحيم حجازي هو يعني هيدله على مين افضل وزراء المجموعة الاقتصادية وعلى السيد منصور حسن هيقول له من افضل وزراء المجموعة السيادية اللي هو النوع السياسي طب حضرتك برضو يعني الكلام انه الكلام يطلع بعد كده يتلغي ويطلع ويتلغي هل ده لا يشكل زلك تشكيك في مدى قود صلاحيات دكتور كمال الجنزوري وفي نفس الوقت الناس عايزة تعرف بصراحة وهي قاعدة في البيت هم بيحسبوها ازاي يعني برضو هل هو وزارة البيئة لازم يجي فيها قبطي يعني هي الوزارات بتتعمل يعني هم بيفكروا فيها ازاي يعني لو هنفترض ان هو دكتور كمال الجنزوري هو اللي بيشكل الحكومة بيكامل الصلاحيات طب بيفكر ازاي ولو فيه تأثير عليه او فيه تشكيك في الصلاحات الكاملة طب هو بيتم التفكير ازاي ما انا عشان كده انا بقولك يعني هو هو وضع نفسه في هذا المقضى يعني انا انا كنت اتمنى في الحكومة الانقاذ الوطني ان انا اختصر الوزارات تعرف ان احنا يعني اكبر دولة على مستوى العالم في عدد الوزارات وثلاثين وزارة ومع اضافة الوزارات الجديدة دي هتبقى خمسة وثلاثين كل دول اوروبا من تمانية لاثناشر وزارة اقصى يعني سبعة فرنسا تمانية مش عارف في انجلترا كل اوروبا اقصى حاجة حتى المستوى العالم مفيش مفيش حكومة فيها 32 وزير وحنا بنطالب بترشيد الانفاق انت عارف القصر التغيير الوزاري من حكومة الصورة الى الان كلفنا قد ايه 90 وزير كلهم بياخدوا معاش وزير حتى لو قاعد ساعة بمجرد محلف اليمين يعني شوف الحكومة احمد شفيق وبعدها حكومة شرف الاولى والتانية وبعدها دوحتكم حكومة 90 وزير بيتم اختيارهم وبيمشهم عندنا 30 حكومة في 30 سنة اه يعني التغيير دوان التسعين دوان كان ممكن ايام رئيس مبارك كنا نعمله مثلا في 10 سنين لكن لكن كلفونا كلهم معاش وزير يعني محمد الصوي وزير الثقافة قاعد يومين جاب العصفور يوم ونص ومع ذلك كله بيعامل على انهم عاملة وزير وبياخد معاش وزير لا هو بسيط هو 3270 جنيه بس اخبالك بس انا بقى بس فيه امتيازات تانية غير محسوبة يعني 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 ما تقسم مرتب زي ايه يا تن لا يقولك حاجة بس ان هو مثلا رئيس الوزراء اه مرتبه بسيطة اه 8000 لكن بيبقى بقى ايه اه رئيس مجلس دارس تندوق الاجتماعي رئيس مجلس دارس مشرف على مركز معالم كل ده بيبقى ليها حاجات تانية مثلا الوزير التضمن الاجتماعي اه بيجانب شغله اه رئيس بنك ناص الاجتماعي طيب عشان كده ما تطبقوش الحد الادنى للاجور ولا هيحددوه انت عارف الحد الادنى للاجور تم وضعه في جدوى المجلس الوزراء اربع مرات وكل مرة يشتط ليه لان هم هيتضروا يعني انا بل كده مرة كتبت ان الدكتور جود عبدالخالق بياخد تسين الف جنيه بيجانب مرتبه الوزاري عشان رئيسه البنك ناص الاجتماعي زي علم صلحي وهو اول ما اجيه فكتبت الكلام ده فكلمني قال لي ممكن نشرف انجالها وعوضح لك الامور يقول لي انا باخدش تسعين ده باخد خمسة ستين الف جنيه بس ومكافئات بدل جلسات مش مرتب يعني شوف المنطق الغريب فانا اللي عاوز اقوله ان المفروض حكومة الثورة تبقى حكومة لها تطلعات ثورية يعني حتى لو حقه ما يخدوش يعني مثل الدكتور رعسام شرف انا فجئت انه مثلا بياخد بدل صفر اربعة تلاف دولار في الليلة وهو طبعا بيعامل معاملة الملك والرأساء في اي دولة بيسافرها وسافر عشر سفريات في ثلاث شهور نفس عدد سفريات يسافره محمد نظيف في ثلاث سنين مش اخبار هذا فطبعا انا اما كتبت كده فبعت رد وقال ده انا باخد زي يعني ده البدل قتلت البدل وزي اه موظف بس مقالش كام اخبارك يعني طب قولي انا انا قلت اتخدت مليون جنيه في ثلاث شهور اه تبقى حتى لو حقك ما تخدوش لان انت انت مفروض الرئيس ووزراء حكومة ثورة بفكر جديد ومفهوم جديد طبما ان حضرتك يعني من 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 كبار اه صحفي مجلس الوزراء وعلى مدى عشرين سنة اه دلوقتي احنا في ثورة ومدانة تحرير رافض رافض تهم للحكومة اللي بتتم من قبل ما يعرف ايه هو التشكيل ازاي نعمل حكومة انقاذ وطن تمشي مع وضع الثورة اللي احنا فيه وتتماشى مع السرعة الزمنية او السرعة الشباب اللي اعتقد الحكام لا تماشون مع سرعتها خالص نعمل ايه اولا زي ما قلت حتى لديم يستعين بمجموعة من الشباب ومشباب مدانة تحرير فيه شباب مثقف جدا ومحترم جدا وليه رؤية رؤية ممتازة فيزود عدد الشباب ثانيا يقلل عدد الوزرات انا حكومة هتستمر لمدة ثلاث شهور فانا ايه مش لازم تكون ثلاثين وزارة حاجة هي تسير اعمال فترة مؤقتة خلالها زائد ان انا ما اعتمدش على التقارير الرقابة الادارية والتحريات في اختيار الوزير خلالها وده عمرها ما تكشف في الوزير الحقيقي اقول لك مثلا فيه مثلا احد الوزراء بعد ما قابلوا الدكتور عاطف عبيد وطلع وقال خلاص ده وزير كذا جالوا تقرير امني بان ده قاعد ثلاث شهور في مستشفى ابراد العقلية فعاطف عبيد راح تطالع وكلم الدكتور كلم الرئيس السابق مبارك واخبالك وانا كنت قاعد مع الدكتور صفت ان حاس كان امين عن مجلس الوزراء فبيقول له رئيس انا انا في مأزك انا الوزير اللي قابلته كذا طلع انه مجنون تعافي الرد كان ايه مبارك قال له يا سيدة خلي المجنون ده يبقى احسن من العقلين اللي عندك وفضل قاعد ثلاث شهور وبعد كده ده كان مثال لتعامل النظام السابق معنا